بهدف ضمان حسن سير الحملة الانتخابية وللمرة الأولى في تاريخ البلاد وقع المرشحون الخمسة للانتخابات الرئاسية في الجزائر المقررة في الثاني عشر من ديسمبر ميثاق أخلاق الحملة الانتخابية في العاصمة وبدأت الحملة الانتخابية التي تستمر لمدة 25 يوما فيما شهدت الجزائر مظاهرات إسبوعية مستمرة منذ فبراير الماضي يرفض فيها المحتجون الانتخابات الرئاسية التي يقولون أن هدفها إعادة إنتاج النظام السابق دكتور سماء تتحدثون عن إعادة إنتاج النظام السابق وهناك حالة من الاحتجاج في الجزائر أيضا كيف تقرأين المشاهد هناك؟ الحياة بالفعل لخمس مرشحين هم نتاج من النظام السابق سواء كانوا مرشحين قبل ذلك أمام بوتفليكة أو أن كان أحدهم وزير للثقافة أو إحزاب من المعروف أنها موالية للحزب الحاكم وأحدهم ينتمي للطيار الإسلامي والطيار الإسلامي لم يرشح ولم يعلن تأليده لهذا المرشح من عدمه الإشكالية الأهم في هذه الانتخابات أن الشعب نفسه غير راضي عن مصيرة هذه الانتخابات ولا عن الشخصيات التي تم ترشحها لأن هما شايفين أن هما هيعيدوا إنتاج نظام بوتفليكة اللي هما صاروا عليه وأن هما لحد الآن خرجوا في 39 جمعة متتالية لإرساء نظام مدني ونظام ديمقراطي هما الشعب الجزائري بيتطلع إليه فيه إشكالية أخرى أن رئيس الأركان الجزائري شايف أن فيه قطاع كبير من الشعب بينظر لهذه الانتخابات أنها هي أول خطوة لتحقيق الديمقراطية وأن التغيير ممكن أن يحدث بالتدريج في حين أن فيه قطاع أكبر من الشعب شايفين أن لازم أن تكون البداية بشكل أكثر تأخذ مصاراً ديمقراطياً ويكون فيه رضا عن المرشحين الموجودين وهم يشعروا أنه ثمت نظام جديد هيحصلوا عليه بعد هذه المعاناة في الشارع لمدة طويلة من الزمن هو الحقيقي يعني إيه اللي هيتم في الفترة القادمة أول شيء أن الأحزاب الأخرى اللي لم تقدم مرشحين لها هي لم تحدد موقفها من الانتخابات هل هي ستقاطع أم ستشارك أم ستؤيد أحد المرشحين ودي علامة استفهام كبيرة جداً وده من شأنه أنه هو يقود العملية الانتخابية أو بيشجع الناس إما بالمشارقة أو بالمقاطعة فبالتالي السيناريوهات في الصحة الجزائرية تعتبر نوجة نظري مفتوحة لحد الآن وصعب التكاهل بأي السيناريوهات اللي هيتم ترجمة نانسي قنقر